السلام عليكم اتمنى تكونوا كامل بخير اليوم ان شاء الله لكم طاولة منوعة في عدة وصفات شربة شامبينيون اللي عجبتني بزيف و اتمنى انكم تشوفوها و تجربوها اتمنى ايضا محاشي و برغل و كفتا في الفرن فاشلا وصفات اليوم مع انو بسيطين لكن اتمنى انو يفيدوكم اول حاجة احبت نبدأ معكم بهذه الشربة البنينا الهيلة باش نبدل شوية على شربة افريق على الفيرميسيل على الحريرة فهذه الوصفة فيها حبة تعال البصل كبيرة كما راكم تشوفو كنت قطعتها الى مربعات عندي ايضا حبة كبيرة تعال البطاطا احني خيرت اكبر حبة عندي و اكلم سا اضافية زدتها انا درس حبة صغيرة تعال البسباس البسباس يمت واحد الحلوة و واحد البنة لها صوب هيلة جربوها مشى الله يعجبكم ايضا عندي نصف صدر درجاج والاربوع صدر على حسب وش عندكم عندي شامبينيون عندي توابل و عندي ايضا معدنوس فاول حاجة حطيت الزيت نحط معها قطعة الزبتالي حسما تبينها الى الوصفة بعد ان نقليل الجيج يعني الكمية تعال الجيج كما تحبوا قد ما عندكم حطوه هو ربوع صدر درجاج يعني يكفي كون تقطعته الى قطعة كبار مشى صغار كون تقطعوه صغار يزرى بيطيب قبل الخضراء فماذا بيكم نكونوا القطعة كبار كي يتقلى مليح نوالي نزيد له البصل نزيد له المعدنوس نزيد البسباس والبطاطا ونقلي كل شمليح كما راكم نشوفوا كون تقليل كون تقليل لان هذه المرحلة تقليل وقتها تقليل في الخضراء ويتقليل ويحمار نضيف سوابل لم يكثرت كثيرا صغير ملح في الأسود وكسبور هذا مكان بعد مكان تقليل بعد مكان نزيد الماء بالنسبة للماء ماذا بيكم يكون دافي ونضيف كمية مليحة لان هذه السوب يجب أن تكون خفيفة لان هذه السوب ونضيف بطاطا اهلا تقليل كمية مليحة خضراء بعد مكان الغذرا ونضيف الغذرا لانه بعد مكان نضيف الجبن نضيف الجبن الأبيض قطعتين و نضيفه على حسب الكمية و نضيفه لصوب و نرى القوام تحت إذا يناسبني و نرى القوام تحت إذا يناسبني و نرى القوام خفيف و ريحة الله يبارك تشاهده و نكمل الوصفة و نضيف مقلة حطيت شوية الزبدة و نقلي للشمبيين و نستعمل الأمثلة شمبيين لا أطلقوا شئمبيين بعد كل شويت للشربة 그래서 نقلي الطلق قول الأمثلة ندع dictator Lingua كمراه وحمر قطع جيد خلط جيد بعد ان تظ Fitness تجربوها بالتوقف لابنة هيلي ميحة رمضان و خفيفة الوصفة في وصفتين كنت سنقوم بعمل البروغرام في اخر لحظة فقدرت كمية الفيونداشي حبيت اني نزكيها بالجيج ساعة نزكيها بالدار فقدرت تقريبا ربوع صدر اضع الوصفة في وصفة غابة ثم ثم نضع ملحة وطماطم ونضع طماطم المصبرة لقد اضع الطماطم في الحشوب أي من يعني في عفل الفيونداتة المصبرة للون بسبوع للفيونداتة تصمير اللون تصمير طويلة لن تحمل في الحشو الحشو خليط نخلطها ملح و اخر شيء نحس بخليط يخليف كثيرا نشاهد مغارف ثلاثة شابلير ايضا يجعل الحشو من طريق والله يبارك تحصلت على كمية زيكية و تحصلت ايضا على لون مشاهي و اصلا بيونداشي دائما يغلب الجيج كنت اخدمت بالباطاطا كنت قطعت الحبيت و قطعتها بشكل عادي و فرقتها في الوسط و سنحشيها بهذا الشكل ايضا اضطلها شوية الملح نفس الشي بالنسبة للباطاطا كنت فرقتها من الداخل و سنحشيها و سنتقوم بفضل الملحة في اخر طريقها و سنتقوم بحيشي و سنتقوم باستقرام و استطرق على مهاشي و سنقوم بحيشي و حسنت انه مق iskfesh لانه كنت اضعت شوية من الفطور و انتقوم بحيشي تكون بحيشي بحيشي يجعلوني بنين بحيشي عملكم هذه الوصفة تفكرني يعني فلا سيتي قبل عامين كي كنت فلا سيتي هذه الوصفة نشو عدرت هزوش خطرات في رمضان كنا يعني كنخلص القرية ونروحوا للا سيتي نطيبو كنا ماذا بينا نديرو حاجات بناء لأنه صح كنا نتشاهل ونهار كيوم نحن نقرأ وعيني ويعني كان فيها واحد الامبيونس واحد البنافة فذوقها تفكرت فعلا الناس اللي راهم فلا سيتي ولي راهم بعد على أهلهم فنقولهم إن شاء الله سنين ويفوتوا يبقوا غير الذكريات وإن شاء الله تعودوا تتلموا كامل على طاولة واحدة وعلى بيلي في كل دار كان بيلك واحد غايب عليها فإن شاء الله يعيب ديولي تعودوا تتلموا وتتلم شمل العائلة ورب إن شاء الله يشفي كل مريض يا رب العالمين فيعني صح كين حاجات اللي يبقوا نذكريات كما شفتوني بعد ما قليت البطاطا وقليت أيضا الباطنجين وكما رحت الكمية اللي بقات لي تعالي بيوندا شيدر هالي بوليس نديرهم في الفرينة ونقليهم أنا قليتهم في نفس الزيت تعال الباطنجين وتعال البطاطا لأنه أصلا يكون بنين كما راكم نشوف وحدة الكفتتين يسدي لي لون ذهبين ولي نحيها هنا قسمت لكم قسمتهم على وصفتين درت الخضرة وحدها ودرت الفيونداشي وحدها وحدة زيتلها يعني في زوجة زيتلهم سلصة طماطي مني كنت حضرتها من قبل هاكم تعرفوا الوصفة دايما نذيرها معاكم فحطيتها في الجهتين وحدة حنحطها على النار حتى نتغلي وتكمل البطاطا والباطنجين والأخرى حنحطها في الفرن حتى نتعقد لي وكي تعقد لي نولين كسطر عليها بيضات كين طبق آخر يعني كنت بحثت وكنت خلطت بيناتهم بين الفيونداشي و الخضار ودرت الجوبين على شكل يعني كراتا فاليوم عندي ما درت من وصفة واحدة شكلت ونوعت هما كلهم وصفات سهلين حبيت اني قدمهم مع البرغل فانعطيكم الوصفة اللي نحبها بزي وليس عجبني والبرغل من الوصفات للبنان المليح يعني كيفو كالروز في شوية تعزيز نحطوا حبة عبصل اللي نكونوا قطعنا إلى مكعبات نحطوا حبة عفلفل أحمر ونحطوا فصين ثوم خليهم حتى يتقليهم مليح من بعد أن نحط لهم الطماطم ذو كنت تقسيمني على الطماطم لأنه خدمت بها في الوصفتين الطماطم عادي قلت لكم أني نخدم بالكونجلية ذو ليميت بما أنه رحي شوية غالية فنقلق بالثوم مع الطماطم مصبرة في شوية زيت ونفرغ لها الطماطم بعد ما تكون دي كونجلية يا أصلا رحي طيبة نزيد لها شوية تعلمة ملح فلفل أسود وشوية فلفل أحمر هذا ما كان خاني عاود تحطيتها وقد قلت لكم رحي طيبة سما مباشرة نحطها على البصل وعلى الفلفل ونزيد نحط توابيل خاصين بالبرغل فحطيت ملح فلفل أسود كسبر وكي المكون أساسي في هذه الوصفة وهو الكمون البرغل اللي ما يعرفوهش هو كيفوكي القمح وبنته من بنت القمح يعني فنعرفوه بالليه الحبوب يحبوه الكمون بالنسبة للبرغل أنا درت نصف كيلو وراهو يتباع تلقاوه في السوبيغات أنا كسطيف ليس أقسيمني مني شريته ونشريته ونشريته من سوبيغات ويتي كالعادة فحكمت نصف كيلو وشللته وغسلته مليح وبدأ حطيتو كما راكم تشوفو بكرا نحط نصف كيلو تاع البرغل 6 كيسين تاع الماء مع مرين مليح بنسبة للماء أكيد يكون يغلي بكرا نقص على النار ونخلي حتى البرغل تاعي طيب تنفخ الحب ويضاعف الحجم هذا هو الشكل أنا كنت نقصت مي كميا بدأت فكرت بلي لازم نصور لكم فشوفو يجي على حبه يجي بزيف بنين وهيل ومرافق رائع لهذه الوصفات اللي درناهم اليوم أيضا بالنسبة للماء حيشي شوفو كيف شعقدو أيضا الكفتة كانت يعني طابت تسودوا كل البيضات أيضا طابوا في الفورن فدرت هذه طريقة التقديم البسيطة يعني كما نقوله بذن ما درت شعور بس الفيطر لأنه تجي ببيضة بما أنه طيبت المحيشي سلسة حمرة طيبت البرغل سلسة حمرة وأيضا الكفتة فعقدة يجي بزيف مع شعور بس الفيطر اللهم أدمها نعمة وحفظها من الزويل اللهم أشفي كل مريض اللهم أرزق كل محتاج يا ربي تقبل منا واغفر لنا وارحمنا في الأخير نقولكم مش لا تكونوا استفدتم من الوصفات اللي بسيطة لناها اليوم صحة في طهركم صحة صحوركم تقبل الله منا ومنكم